وقال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وقال الله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فأساس الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بتوحيد الله تبارك وتعالى ودعوة الناس إلى التوحيد وأن يعبد الله جل وعلا وأن لا يشرك به شيئا لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الناس يعبدون غير الله عز وجل مع الله تبارك وتعالى لذلك قال الله تبارك وتعالى أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب المشركين زمان كان عندهم آلها تعبد مع الله تبارك وتعالى وما نكرين الله خلي بالك ما نكرين إن الله خلقهم عارفين الله الخالق والله الرازق والله المدبر لكن عندهم آلهة تعبت مع الله عز وجل عشان كده أنت أفهم أساس الدين الإسلام دا الإسلام أساسه شنو أساسه التوحيد والذي ينقض الإسلام الشرك بالله عز وجل كان عندهم آلهة يعبدونها مع الله تبارك وتعالى واتخذوهم أندادا من دون الله تبارك وتعالى عشان كده الله قال وجعلوا من دون الله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في هؤلاء القوم ما يتكلم لهم في حاجة إلا التوحيد إمتى؟ أول شيء اتكلم فيه والتوحيد عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما رسل الرسل بتاعنه لما أرسل معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب قال لا تجي لي ناس أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه انت أفهم الكلام دا يا طالب عشان ما يجي واحد يخمك باسم الإسلام فليكن أول ما تدعوهم إليه أول حاجة دي معناه قبلها ما في حاجة شان ما يجي واحد بيعفش طافش من باكستان همت من باكستان قاطب تلاتمانين بحر أربعمية محيط همت ما تعرف سمكة ولا شنو يجيك هنا يقول لك طبعا نحن السماء دي خلق الله والمؤيد بأرض حقت الله يا ذول أبو جهل عارف الكلام دا أبو جهل الله قال ولئن سألتهم دي الموني التعارفون دا أبو جهل عليه لعنة الله والشلل معاه معاه كان شلل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله عارفين الله الخلق السماء والله الخلق الأرض فشوف لك موضوع تاني يا ابتاع باكستان أول بلاغاتي دي جماعة اسمها جماعة التبليغ عندهم مركز ناق جامع بلال في جبرة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أنا جايق للجماعة الكيزان والجبهجية والشعبيين والترابلين بس شوية شوية قال أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله أول حاجة قل ليهم وحدوا الله أول شيء فإنهم أجابوك لذلك لو وحدوا الله وعبدوا الله براه قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أبعث دع الناس للتوحيد ما قال ليه أنا دائر ومسك الحكومة ما عنده قال ليه لو أردت ملكا لما ملكناك قال ليه لو دائر ملك يا محمد عليه الصلاة والسلام دار تبقى الحاكم بتاع مكة دار تبقى رئيس الدولة المكة الديموقراطية في إمتى بناديك لا قال ليه بسعى لك الله ما تشبك تنادو الله براه وتخلو هبل وتنادو الله براه وتخلو اللات وتنادو الله براه وتخلو الحزة الأولياء بتاع الناس لما تتكلم فيهم بناديك الرئيس قال ليه ما دائر مهمتا؟ دي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودي دعوة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قائم على التوحيد فشوفي أطالب أجي ذول يتحدث باسم الدين ما يتكلم في التوحيد أعرفوا ذول مجرم وذول دجال وذول تاجر وذول دار يأكل بس والله الذي لا إله غيره أجي ذول ما تكلم عن أساس الإسلام لأنه أسس الأيام دي بتسمعنا أس بكوركو الإسلام أهام وإسلام والله تقول خدشة غارة بجاي وين التوحيد التوحيد حق الله تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدري ما حق الله على العباد ده حق الله علينا نحن وحق العباد على الله قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ده حق الله ما تكلمت فيه أنت ما تكلمت في الإسلام لذلك كده ربنا تبارك وتعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ربنا تبارك وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام أن جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل أمرهم بالدعوة إلى التوحيد ونهاهم عن الشرك فالمشركين ديلك كان عندهم الآلهة هبل واللات وعزة ودير كانوا أولياء عندنا نخش لك في الشرك طوالي دير كانوا أولياء أولياء وكانوا بشر يعبدوا مع الله تبارك وتعالى بنادون من دون الله عز وجل ويستغيثوا بهم من دون الله تبارك وتعالى ويتوكلوا عليهم وينظروا لهم إمتى أولياء عبدوا مع الله عز وجل عشان كده ربنا تبارك وتعالى قال إن الذين تدعون من دون الله الكلام ده كان للمشركين ولكل المشركين من زمان اليوم القيامة إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم عباد أمثالكم لأنه الليلة لما نجي نتكلم في الشرك في البلد والكفر ودعاء غير الله تبارك وتعالى في البلد ينطلقوا أحد جاب هاي عمي الذي جينا صغيرون كده إنت أهيا ويعمل لانا شرك ما في لدى ما شرك قل لك لا تتوسل بالمشاهر وتوسل بالصالحين وتوسل بجاه الصالحين إلى آخره وصل لك لا لا دي لك أنب يعبدالأصنام الله قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم الأصنام عباد أمثالكم انتصنم لا طيب الله قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم الليلة في البلد الناس بيدعو من دون الله عباد زي يوم واحد بني آدم وسوداني عنده جنسية من السودان مولود ما عارفه وين سوداني ويدعى مع الله تبارك وتعالى ويزعم أنه يملك مع الله عز وجل وأنه يعلم الغيب مع الله تبارك وتعالى وأنه يهب الذرية مع الله عز وجل وبنزل المطر مع ربنا تبارك وتعالى ويستجيب الدعاء مع الله عز وجل قوم يا أخي ناديهم لي الكلامنا ما بعيد هسا أمشي أفتح التلفزيون قناة ساور نيل أزرق نيل أحمر نيل بنفسجي أفتح اللزاعة بتلقى جماعة الشغالين ما بتسمع كده قوم يا أخينا لا لا بتلقى في دربك برقسك لا من عرقك ينقب تحيتنا بك كده لما نشفتها تعرف حاجة حتى بعد ذلك بجيب لك الشرك فاكم فاككية وربن وربيس لك الملكي يشكيني بعموم انت ابتوا قوم فيه انت حاجة فاتح خاش ماكو قاعد انت بعد شو يبدأ خليك الشرك قوم يا أخيناديهم لي انت ما تقوم انت مالك معافرت ما تقوم انت قوم يا أخيناديهم لي رجال الله البذيل البي وإنها بخطب في البلاد نزيله لو جعت مصيبة في بلدنا السودان هنا قل يا منوه الله لا لا قال قل يا ولي الله اسماعيل لو جعتنا مصيبة في البلد لا ننادي الله ولا نلجع إلى الله ولا نستغيث بها الله بس كلنا كده نقول يا ولي الله اسماعيل المصيبة بتفوت يا زل البلد من السواء لا يوم الليلة فيها مصائب من تاريخ تأسيس السودان لا يوم الليلة مصيبة ورا مصيبة أو إسماعيل ده قاعدا ما شغل ما خايد في الصامت إسماعيل الكلام ده قاله البرعي البرعي شيخ السودان الليلة في البلد دي قلت ده الولي السوداني وحفص القرآن ده قال الكلام ده قال إن جات مصيبة تنادي تنادي اسماعيل الولي وربنا عز وجل قال أمن يجيب المضطر المضطر ده زول الواقع في المصيبة إذا دعاه المضطر لو نادى الله الله بنجيه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله عشان كده في البلد دي الليلة الشرك بالله عز وجل الحارب الرسول ذاته زمان عليه الصلاة والسلام الليلة بيجوك ناس بيدعوك للشرك صراحة وده الأول ناس مفروض يتحاربوا أول ناس لأنه غطصوا حجر البلد دي إمتى ربنا تبارك وتعالى قال ضرب الله قرية كانت ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف إمتى دبس ومشرك ربنا عز وجل قال لقد كان لسبع في مسكنهم وفي قراءة في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور الله قال فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل وشيء من سدر قليل الله قال ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السيرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين إلى آخر الآيات فالشرك بالله عز وجل بيمحق البركات في الدنيا وادخلك النار يوم القيامة أنكذا ربا عز وجل قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما فالشرك الذي حربه النبي عليه الصلاة والسلام الليلة بنتشر في البلد في إزاعات وفي التلفزيون وبمدايح بمدايح يا أخي فواحد جاء بإنه في التلفزيون ها يشكيني با أها فيك جمال فيك الطيبة والله جاء انت حبيبة بالقرآن انت رهيبة والله ما لا في أشطة ولا في أشنو المهم لحد ما بمدح في المكاشف ما بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام ما في زول فيهم بمدح الرسول ما دايحهم ديكت ما ديح لرجال سيكون كده الكباشي القيد في شبل جيت زور جبل جيت قيف قبل ما عارف لك الكباشي القيد في شبل لو لحو زقل دردق ونبل بلعو شب أكلوا أها هسي في الرسول هنا عليه الصلاة والسلام فيه قال قبل مجيه قبل دويه صار فاشي بشر به الشيخ التوم والكباشي ديل قال بشروا بالمكاشف عشان كده هناك عندهم فنان ولا فنانة بيمدح في المكاشف ده اسمه شنو جزار لا فنان لما فيها قريب ده جزار ما شوف لحمدك ببين فيه متى ما لك مهلا الشرك يا أخ الله خطانا الله هديك أها قال لا 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 جلجول لمكاشف الغوم بيش أقوله آخر الحفلة بعد ما يحطوا نبك تمام فيه متى منامزك تحط النبك ما عارف عينتوا باللفة والللم العلي خفة يكملوا الرقيس يكملوا النقزي تمام بعد ذلك بيجيوا النظام يعني ناس طيبين وكده يعني آخر الحفلة فيها حاجة سمعها ودي أقعب حاجة آخر الحفلة والله مش دا المديه دا آخر والله عينت ليه فيه كرعينه وإطنينه ونخرت سالت دا أحسن من البلاوي دي آخر من الشرك دا الشرك يا زول ها مكاشف الغوم شكل بسمي الله طريق جيلان كيلان بججلة مكاشفي بتجلة ختم ياسين هدو السلسلة أفنا الدرجات يربط ويحيل في الليل كم صلى والناس نايمين طيب وكد نايمين انت مصحيك شنو ها لا ججج جل مساعي المال تمكينه على الرجال بايعين دماغ يرعي الله شايق الشايق شايقه رطينا واقف ما عارب دا في علماضي ولا مطارع ولا في انت واقف شك حمار في الطين راجل الصالحين يددو البنزين والله دي فيه تويوتا ما فيك والله حمار شكال ببنزين دا حمار شنو دا يددو البنزين طيار ويطير مع الطايرين افكم ساردين صلي عليه واي عاطل يمشي البيت يقول لك الحفلة طيب مبروك العريس يا اخي بروك فيك ما لك معنا اخليك في الغنى بتاعك دا وده حرام الغنى دا حرام وربنا تبارك وتعالى ممكن يحاسبك عليه لكن الشرك بالله عز وجل دا الله ما بيغفره لك لو قابلت ربنا تبارك وتعالى بيشرك الله ما بيغفر لك الله قال ان الله لا يغفر ايشرك به وهناك الله قال انه ما يشرك بالله فغتحرم الله عليه الجنة حرام تخوش جنة وانت مشرك حرام ديلة الليلة ينشر في الشرك صباح ومسا زمان الكازان ها بيجيبوا الصوفية وقدمهم للناس على ان الصوفية هم يمثل الاسلام والصوفية هم دعاة للاسلام والمنهج الصوفي هو منهج الاسلام ذورا وبهتانا وكذب على الناس صوفي على اقتب الاسلام شنو هو صوفي صوفي اه دا لو عتر بنادي الشيخ داري خوش امتحان بمشي للشيخ ها مرة ما ولدت وديها للشيخ والله جد بوديها انا مرة شفتها سافرت حتة كده في الخلا ما داريسي مخليها ويحلنا في حتة كده وحلنا مرة واحدة جا عمك يا ظل قارت لك عكاس بجاي عكاس بجاي وماشي سلام عليكم عليكم والسلام يا حاك يا فا اللي قنا معل لك حجاب قولنا عمك دا ندي نصيحة جدا يا عمك والحجبات دي طبعا لا لقا اللي أبوك الشيخ يا عمك ابوك الشيخ دا ما كويس وما عارف ليك وابتا اللي أنا لا في الشرك واجبنا للآيات ولا حديث عمك ما يقتنع. انا قلت اقول لك اقعب حاجة. اقول لها قلت لها زولي. الصوفية دل بيقول لك جيب مرتك نبرك لك. قال ليه وديتها. عمك دهنا سوي لشن. وديه للشيخ برك اليه. الله يعوضه. انت? ماشي اي حتة يمشي للشيخ. ما مش للشيخ ما بيعمل حاجة. دار يعرس المرأة. المرأة دار يعرسها. تتخرج من الجامعة دي اربعة سنة تقرأ. لما جلحتك تخوش وراء وتمشي تشتغل. دايزة اشتغلت طبعا. المهم تلملم جروش دار تعرس المرأة عجبتك. ودار تعرسها. ويمشي للشيخ ارقض ليب الخيرة. اتما ترقض. اتما ترقض معلك. ارقض ليب الخيرة. الشيخ بيعملها كده لو عجبته بقول لك دي ما فيها خير. ما بتنفع معك. ده لو عجبت الشيخ. انطلعت معيه وقول لك لا الفعت على المبروك. ايبا ذهل. دي ما نفعت معه. وكذلك ده الحاصل في البلد دي. ده الواقع الليلة الناس عايش انه في بلدنا دي. شرك بالله عز وجل. ينشر فيه صباح ومساء. يا اخي البرعي فتح كبري في الفتيحاب ده. البرعي. جاب وجب هجية. كوز معه الصوفي. مش فتحوا الكبري بتاع الفتيحاب. مسكوا عمه ده من بدايته وماشى كده وجو راجع. افتتح الكبري قال لك. ليبارك في الكبري. عشان كده الكبري ده يوم حادث. بس خدش في قلاب. قلاب خدش في تيميس. تور خدش في غنماية. في الكبري ده لا الليلة ما استعدل. انت ده البرعي. ها ودي العقاية ده المنتشرة الليلة. فدي اولى بالحرب. اولى بالحرب. انك تحارب الشرك وتبين للمسلمين يا اخي. قل ليه معبدو الله تبارك وتعالى. يجي عبدالحي يوسف. ها? عبدالحي. يعمل لنا فوق ايدافي على الاسلام. وشعر رأيت الاسلام. وان هؤلاء قطعوا الدين. يا ذول الدين ده من زمن ابوك الشيخة لأكلك وعمل لك كريش بايع. ها? الليلة يا طبع. الشرك بالله عز وجل. انت مع عينك بتشوف وقيته ما قاعد في جبرة. جنبك هناك ها? الريكاني. وتسمع صباح ومساء. صباح ومساء في الشرك بالله عز وجل. ما حصل. وانا اتحدى اي زول. تابع لطيار تيار نصرة الشريعة. تيار ما اعرف ليك. تيار كهربائي. اي زول. نتحدى. يجيب كلمة لي عبدالحي يوسف. كلمة. كلمة. لعبدالحي يوسف يتكلم في التوحيد وقال للناس اعبدوا الله. الله قال وجاء من اقصى المدينة. اقصى المدينة رجل يسعى. ده ما دكتور. ما دكتور. لكن داعية للتوحيد. الله جاوبه في القرآن. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم اجرا. وهم مهتدون. وما لي لا اعبد الذي فطرني. وإليه ترجعون. انت دكتور. ها? تدرس في جامعة الخرطوم. انا درسني في الجامعة دي. والكتب. تدرس في الجامعة دي. حقا الثقافة الاسلامية. كتب عبدالحي يوسف ذاته. وذاته الكتبات. انا قريت كله تلهندسينها. دكتور عبدالحي. ما في عقيدة. ده عليه عبدالحي. وانا اتحداك جيب كتاب السقافة الاسلامية. هسا دي. اي كوس خليه اختبر. ارفع عضانك ولا كراءات. تعال. نتحداك. ورينا وين? الدكتور عبدالحي يوسف يتكلم في التوحيد. وين محمد عبدالكريم? يتكلم في التوحيد. وين دكتورة الجزولة. الله يجهز راسك وحاجات تانية ذاته. يتكلم في التوحيد. ونحن طبعا وضعنا ايدينا ما ايدي الشوعين والعلمانيين والملاحدة. التوحيد وينه? وينه? ها? وين التوحيد? ده حق الله يا شفاته. حق الله تبارك وتعالى. دي لطيعه? واحد راقت. راقت في تاكية. في الزريبة. راقت. ياكل حق الله. علم الغيب. ها? علم الغيب. البرعي قال. البرعي. البرعي. يتكلم عن الاولية بتاع انه. قال منهم علم بالغيب. باطن وظاهر. قوماك نزاور. للاولية الاقطاب. ليهم نشاور. منهم خف الحال. منهم مجاهر. منهم علم بالغيب. باطن وظاهر. الكلام ده قاله البرعي. الطبع منه. مكتبة الاسباط. حقت منه الجبهاجية. قال. بيجيبه منه. بيجيبه حسن خوجلي. عم قال. اربع دلف دات. ما قفل. تب. والله جد. تقطع راسه بيشتغل دولاب عادي. عم قال. حسن خوجلي. كان بيجيب منه. بيجيبه البرعي. ويجيبه ولاده البرعي. يعلمه الناس الاسلام. ويجيبه لزيرك. سيدة واحد. نفس الما. يتو النازل بينفخون فيها. طبان شرباء. قال. لزيرك. بيجيبه منه حسن خوجلي. في القناة بتاعته. يتكلم للناس في الاسلام ويعلمهم الشرك. ما فيها حاجة تنادي غير الله. الله قال ما تناديها. الله قال وأن المساجد لله. كلام ده عربي واضح. النازل بتغالتنا سيد. وأن المساجد لله. فلا تدعو مع الله احدا. كلام ده واضح. مع الله ما تنادي زول. لا بشر صالح. ولا نبي من الانبياء. عليه الصلاة والسلام. ولا ملك من الملائكة. ما تنادي ولا مخلوق. من مخلوقات الله تبارك وتعالى. وأن المساجد لله. فلا تدعو مع الله احدا. وقال ربكم. ادعوني. استجب لكم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي. سيدخلون جهنم داخرين. ربنا تبارك وتعالى قال واذا سألك عبادي عني. فاني قريب. اجيب دعوة الداعي اذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون. علم الغيب. البرعي قال الاولي بتاع اننا ديل بيعلموا الغيب. وشيخ اللمين. قال ان احنا ابونا الشيخ المكاشفي. بيعلم الغيب. جبال جد قاطع ببيت المال شايفة الزاوية بتاعتهم. حلقينو فوق شده. عمك شيخة كيكسي. طريقة ما عندها اي حاجة. لعندها كتاب. يمثل عندهم مرجعية. بس عندهم كيكسي. بس. عندهم كيكسي. زمان خام الجماعة دل بكيكسي بتاعه ده. يا شيخنا شيخ. يا ذو الشيخ حيرانو كيكسي. وميحايتو بيبسي. ها? وبخراتو جيكسي. ده شيخ جديد كرت هيمتا. والله الذي لها الاسقائد. يعلم الناس الشرك بالله عز وجل. قال الجاي في البلد دي. مفروض الله نضرب له تلفون. نقول له بيحصلة العيامة جايدة. قال الجاي في البلد دي انا ما بعرفه. لكن ابو الشيخ بعرفه. بعد كم يوم طفشه في الامارات. محزور. من دخول السودان ما دخل الا قريب ده. وبنجمك. والله الذي لا الى غيره. شيخ اللمين. شيخ شيخ طابت. به كم النفوس طابت. البرعي. كباشي. صعيم ديمة. كل الاولياء. بالباطل. البيعبدهم. والضلل وهل السودانيين. ونشروا الشرك بالله عز وجل. قال كلهم لابد يكشفوا للناس. وانت كطالب. مفروض تبلغ الكلام ده لأهلك. تبلغ الكلام ده لأصحابك. ما صاحباتك. اواك ويندك صاحبات. اواك. بتضيعوك والله العظيم. تقعد في الجامعة دي عشرة سنة. في الجامعة دي. دي صاحبتي. وطبعا صاحبتي دي ما في. دي دي وهم كده بجوالك العلمانين. اصدقاء في الكلية. صاحبتي دي ما في يا شيخنا. انا غايته ما بعرف. حاجة اسمها ولد صاحب بيت. دي ما في. في واحد كاتمة في حنانو يقول الولد يا البيت. لكن ولد مصاحب لبيت دي ما في يا دول هوي. اواك. خليك قاعد مع الرجال شنوتك وتدحك حقليه مع البنات. وبعدين تجي تقبضي عليه تلفونات وتضمطه. والله مرة هنا في الداخلية واحد سرقوا تلفونه. هنا دي داخلية تكسل دي. قاعد بالتلفونة زمان ده كربيك بشغال بتكلم. اظن البيت قالت ليه مكانة تكيلة نام. والله سرقوا تلفونه. قال تاني ما بتكلم مع بنات. فيطالب اعلم ان الله تبارك وتعالى قد امرك بالتوحيد. وان تدعو الله عز وجل ولا تشرك به شيئا. وان تتبع النبي عليه الصلاة والسلام والمنبر ذي طول. ومن خلفه متحدثون اقدم اخونا الشيخ عليهمة.